اشتركوا في القناة وأدوا جائداً كلاهما اسم مخصور إذن نسبة لسياغته هو يشتق من الأفعال الناقصة الأفعال الناقصة إما أن تكون ووية أو يائية دنى هو ناقص ووي ومشى مثلاً هو ناقص يائي لأن دنى أصلها دنوى ومشى أصلها مشايا إذن يشتق من الأفعال الناقصة فيكون مصدراً مثل الرحاء أو اسم مكان مثل ممسى أو اسم مفعول مثل مفتدى أو مصدراً ميمياً مثل موفى كما يمكن أن يكون جمعاً على وزن فعلة مثل جرحة وفعالة مثل كسالة أو سكارة أو ما إلى ذلك ويمكن أن يكون سماعياً يعني لا قاعدة له أو لا قاعدة في سياغته مثل قولنا أخرى إعرابه إذن لا تظهر علامات الإعراب على آخر الاسم المقصور في محل الرفع مثلاً عندما يكون فاعل اسم مقصور فاعل أقول جاء الفتا فاعل إذن في محل رفع وبالنسبة للجملة الموالية رأيت الفتا فتا في محل نصب لكنه لم يتغير وفي حالة الجر التقيت بالفتا وفي حالة جر ولكنه لم يتغير بقي على حاله إذا ورد الاسم المقصور إذن نكرة ظهرت عليه أو ظهر إذن في آخره هذا التنوين فأقول التقيت بفتا غريب مثلاً في الحي أما بالنسبة للتثنية والجمع فإن الاسم المقصور يثنى بحسب عدد حروفه فإذا كان مستملاً على ثلاثة أحرف ترد ألفه أو ترد ألفه إلى أصلها الواوي مثل قانواني وإذا كان الاسم مقصور يائي فترد أليا إلى أصلها فنقول فتا فتياني هذا بالنسبة إذن للاسم المقصور نوصل دائماً وأبداً مع الاسم المقصور وإذن في مسألة التثنية فإذا كان هذا الفعل المقصور إذن يجتمل على أكثر من ثلاثة أحرف كما نرى هنا أكثر من ثلاثة أحرف فتقلب ألفه ياءً مثلاً منتداء منتداء أكثر من ثلاثة أحرف تصبح منتدياني يجمع الاسم المقصور كذلك جمعاً مذكراً سالماً بحذف الألف وإبقى ما قبلها مفتوحاً المصطفونة المصطفى تصبح المصطفونة وإن شدتم في حالة الفتح والجري نقول المصطفينة أما إذا جمع جمع مؤن السالم فإن الألف تعمل كما تعمل إذن في المثنة فنقول إذن المنتدياني ونقول المنتديات ونقول القنوات إذن في المثنة نقول المنتدياني والقنواني فإذن في جمع المن السالم نقول المنتديات والقنوات نمر الآن للتطبيقات ضع سطراً تحت الأسماء المقصورة فيما يلي إذن آيات نصورة الضحى يقول تعالى والضحى والليل إذا سجاء ما ودعك ربك وما قلاء والآخرة خير لك من الأولى الأسماء المقصورة إذن هي والضحى والأولى كما نرى ثم بالنسبة للبيت الموالي وهو ابن الروم يقول قد يشيب الفتاة وليس عجيباً أن يرى النور في القذيب الرطيبي إذن هنا الاسم المقصور هو الفتاة الفتاة وهو إذن مقصور يائي ثم البيت الموالي ويحيي له المال ويحيي له المال والصوارم القناء وتحيي وتحيي عفواً وتحيي إذن وتحيي وتحيي له المال والصوارم رماء القناء القناء إذن اسم مقصور كما نرى ويقتل ما تحيي النسيم والجداء والجداء اسم مقصور كما نرى النسبة للنص الموالي إذن لأنه يفوتنا نشير أن البيت للمتنبي هذا البيت وهو وتحيي له المال والصوارم القناء ويقتل ما تحيي النسيم والجداء هناك نص إذن قصير فقال قصير لإبراهيم الحسر يقول حجت عربية ومعها ابن لها فأصيب بعلة فضمته ضمته إلى ضمته إذن إلى صدرها وقالت والله يا قرة العين لقد غدوتك رضيعا وأخاف أن أفقدك سريعا أبني لا سحبت الدنيا عليك أذيال الفناء ولا رمتني فيك نكبة الرداء ولدينا هنا ثلاثة كلمات إذن وثلاثة أسماء إذن وهي الدنيا والفناء وكذلك الرداء هذه كلها أسماء كما نرى إذن مقصورة مر إلى التمرين المعالي تطبيقات المعالية إذن وهو إذن التطبيق الأول استخرج كل اسم مقصور وحدد صيغته الصرفية بالنسبة إذن لجملة الأولى ساعد المحتاج بالمعطى المعطى إذن هو الإسم المقصور وإذن بالنسبة لصيغة الصرفية هو إذن اسم مفعول بذل التلميذ المجهود الأقصى أقصى إذن صيغة أفعل التفضيل هنا أعجب الغريب بالمبنى الجديد إذن المبنى الجديد المبنى إذن على وزنه مفعل فهو إذن كما يقال إذن هو يسمى بالمصدر الميمي مصدر ميمي كان الأبو راضياً كل رضا رضا إذن كذلك اسم مقصور وهو يعني مصدر ثم صغ أسماء مقصورة معرفة بالألف واللهم من الأفعال التالية استشفى إذن المستشفى المستشفى إذن هذه كلها إذن أفعال كما ترون إذن ناقصة إذن المستشفى المبنى المستشفى المبنى المفترى قولوا الحديث مفترى يعني المجانب للحقيقة ثم إنحنى ثم أمسى أمسى إذن كما قلنا إذن استشفى إذن مستشفى مستشفى بنى مبنى افترى المفترى إنحنى المنحنى وأمسى الممسى الممسى ثني ثم إجمع الأسماء المقصورة فيما يلي جاءت الأخت الكبرى من فرنسا بعد غياب طويل المثنى جاءت الأختاني الكبرى ياني وجاءت الأخوات الكبريات لأن كما قلنا المثنى جاءت الأخت الكبرى جاءت الأختاني الكبرياني والجمع جاءت الأخوات الكبريات مجرى مجر ياني مجر ياني النهر ضيق النبي المصطفى أصدق أهل الأرض المثنى النبيان المصطفان أصدق أهل الأرض والأنبياء المصطفون أصدق أهل الأرض هذا بالنسبة لدرس المقصور أدعوكم لمزيد المراجعة ومزيد القيام بالتطبيقات وإلى اللقاء في درس لاحق إن شاء الله